كيف حالكم يا بنات؟ يا رب كلكم تكونوا جيدين فيديو جديد وفيديو اليوم سأتحدث عن برفانات وعطور للجسم أقل من 70 جنيه أسفة جداً لأنني ظهرت لكم نفس الأوت فات بس بجد حرفياً أنا لم أعدي أي وقت خالص فصورت في نفس اليوم اللي كنت صورت لكم فيديو ترتيب منتجات البشرة المهم ما علينا في كل الكلام أنا اليوم سأتحدث عن عطور وحاجات لتعطير الجسم أقل من 70 جنيه فحطي لكم فيديو ويلا بينا على الفيديو طيب أول حاجة هبدأ أتكلم عليها هو البادي ماست دوت من فرانه البادي ماست دوت دوت بالخوخ والمانجا أنا عايزة أقول لكم ريحته ما هو خلصان ريحته لسه فيه يعني كأنني لسه باستخدمه ريحته حلوة جداً ريحته الصيفي جداً 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 حلو ريحته خوخ مانجا يستفندي ريحته كده انتعايش ريحته حاجات صيفية جداً 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 كمان فحلو قوي ده كان سهره يا بنات يعني تقريباً سبعين جنيه خمسة وسبعين جنيه يعني حاجة كده في الرنج ده أنا مش قادرة أفتكر بالزبط طيب للبنات اللي كانت بتسألني انت بتجيب الحاجات دينين الأسعار انا مش لقينها كل الكلام يا جماعة انا مش بشتري اونلاين انا بقى عايزة الحاجة بفضل ادور عليها في كزا مكان قريب من المكان اللي انا موجودة فيه تمام؟ وابدا اسأل عليها واشوف اقل سعر الموجود ايه وطبعا ببقى متأكدة ان هي الاصلية وابدا ان انا اجبها لكن مش ببقى مش اول حد قدامي كده بروح اشتري الحاجة فاهميني فدوت حلو جداً رحته صايفية جداً سبعته بنات من من اول لما اضطيه لغاية مثلاً معيك لغاية خمس ساعات بالكتير جداً يعني بس رحته حلوة ومنعشة وكان حبمه كبير جداً هو للأسف الحجم تمسح من عليه بس تقريباً 250 ملي وده اول من فرانو ثاني حاجة معينا هو الميست دوت من دورال كوليكشن دورال كوليكشن مركة اماراتي تقريباً اتشاهرت جداً جداً الفترة اللي فاتت دي كلها طلعوا كمية بارفانية طلعوا كمية ميستات خرافية فده الوحيد الصراحة اللي انا جربته من دورال كوليكشن وامانة انا متوفقتش تماماً في الريحة دي الريحة دي كانت قهوة على على حاجة مفكرة مكنتش من مفضلاتي تماماً محبتهاش خالص مش عارفة ليه معيني انا بحب القهوة بس لما جيت شمتها بحاجة زي كده لأ كانت بتخنقني انا خلصتها على المفروشات والفرش كنت معطر بها الفرش كده الصبح بالزيت حتى ما حسش بيها ولاني كنت بفتح اشابة بيك والبالكونة فا ما كنتش بحس بيها تماماً انا كنت جايباً بثمانية وتلاتين جنيه طبعاً على الحجم والسعر وفيه كمان روايح كتيرة جداً جداً تقدري تحطيها او تجبيها فهو حلو انت تقدري بقى تشوفي اللايم بتاع الروايح كلها وتبدأ تشوفي زوقك رايح فين تحب القهوة بتحب الحاجات السويتي بتحب الحاجات الفرش هم عندهم يعني الشركة دي متنوعة جداً في الروايح وتحاول تقلد فكتوريا سيكرت بثم باديوركس ان هي شغالة في المنطقة ديت تمام بس هم بصراحة متميزين في الحتة بتاعتهم يعني هم كده منطقة حلوة جداً فيهم عليهم يعني فده تاني واحد معنا تالت نوع هكلمكم عنه هو المستاد ستيارا باشون انا مجربة منهم ترات روايح البانيلا الرومان المانجا مفيش مانجا اصلاً ايه؟ لا الفراولة تمام الترات روايح دول مشارف انا مهيسة جداً النهاردة ليه يعني بس صحية من بدر جداً جداً كمان صحية من الساعة ستة الصبح مواصلة يعني محدش ياخد على كلام النهاردة لو سمحتوا جماعة تمام فعندك المستين دول دوت زم انا مقلت بالرومان ودوت بالفانيلا وجربت بالفراولة التلاتة تحفة 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 جداً سبطهم حلوة جداً فانا بنصحك جداً بالمركة ديت لانهم سعر فضيع سعرهم كان خمسة وخمسين جنيه للواحد أو تلاتة وخمسين وحجمهم 150 ملي فبجد يعني فضاع جداً 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 معلش جيسي خدت واحد يعني ما علينا فحلوين قوي 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 ورحتهم طحفة طيب الاقرب لكيكوكي او بالنسبة لزوءك انا اعجبك اكتر واحد اعجبني انا اعجبني بالفراولة بعدين بالرومان بعدين بالفانيلا دي ازواء يا جماعة انت ممكن يعجبك شيء غير انا فاهميني فطحفة طحفة طحفة ونصحك تجربين جداً 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 وطبعاً فيه بتجات بتبيع بمية وخمتين جنيه مش عارفة ازاي مش عارفة ازاي ومش عارفة بيعملوها بيقولهم المجدرة يعملوها ازاي بسمع علينا حلو رحته طحفة دوت بقى انا مش بحسه من جرة بادي ميست لا انا بحس كمان فيه كمية المزيوت بترتب كمان بصوون بحسه كده يعني مش بيتراشي بيبخ لا بيتركز في المكان واعين وبتحتاج ان انت تدعكيه كده بيدي كده وبحس ان هو بيرتب فعلاً المكان او الجسم كويس جداً رحته سبتك جداً 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 بتقلط حرفياً يعني لما باجي برشه بالليل والتاني يوم الصبح بيبقى موجود في الجسم جداً لازق جداً جداً ولو انت عروسة انصحك تجي به جداً 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 سيكسي رحته مميزة الجريتر الرفيق ممتاز جداً فنا مش اتكلم عنه اكتر من كده لان هو فعلاً طحفة وحلو وانصحك جداً تجربيه الجميع المركة اللي بعد كده هي من بريف وانا جاني كم مساجات على بريف دوت جماعة جماعة دوروا عليه في اماكن اللي تبيع الميكوب والسكين كير والحاجات اللي ممكن تلاقيها في مكتبة اصلاً خدي كده سكرينشوت انا هنزلهلكو على استوري عن الانستجرام خدي كده من انستجرام او من هنا سكرينشوت ومعيه والمناسبة انت لو مش عندي على انستجرام هسيب لكم لينك الانستجرام هنا كوكي سامي123 كده او روح يتابعيني عليه لاني بعمل حاجاتك حلوة كتير بعمل استوريز كتير وبنزل صور وحركات كده كتير وكمان انا بفكر الفترة الجال نعمل فكرة هلا بالخميس بمعنى ان احنا كل خميس نعمل كده نطلع لايف وننتكلم في المواضيع او اعمل لكم زي اسئلة وانا اجوابكم عليها لو حابيني الفكرة ديت فروح الانستجرام وكتب لي تحت في الكومنتات المهم حلوة اوي 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 الميست دوت سيكسي جدا وعرائسي وامر وكل شواني اتكلم عنه وكاندي كده ريحته اي بقى كوكي عشان احنا مش عارفين ريحته ريحة بمبوني مسكر هادي فاهمين لا 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 انت جيبي عروسة هاتي وانا على ضمانتي انا تمام فاهم اي هذا هو اسمه بريف مكتوب عليه او كاندي برفيوم هذا كان سعره أخرى يجبتها في 55% ويجبتها في 75% غير جدا طبعا اعطوا تقولوا لي يا كوكي بتجيب الأسعار دي منين ومش بتجيب الأسعار دي اهو غير يا جماعة بقى متبصنش في الحاجة بقى جماعة حلو وقوي ونصحك بجد تجيبين الحاجة اللي بعد كده هو السبريه دوت من كاشدور وكلمت عنه كتير قبل كده حلو وقوي ثابت جدا رحته تقيلة قوي قوي يعني تقيلة مش تقيلة تضيق تقيلة على فرنسي كده يعني مش تقيلة على شرقي او عربي او عود لا هو تقيل على فرنسي هو اصلا مركة شرفة ايه فرنسي يابنات هو فرنسي ده ب 35 جنيه طحفة جدا جدا وكلمتوكو عنه يعني ياما فحلو وقوي قوي قوي الاسبري دوت بيثبت في الهدوم بنصحك بس ما تروشهوش على الجسم لا رشيه على هدومك او على يعني ان انت هلبسي مثلا البجاما بتاعتك القطع اللي تحت البجاما اروشي عليها هيبقى طحفة جدا معاك او حتى على البجاما فهو تباورده ده شكله وانا احاول النهاردة بعد ما اصور الفيديو دوت انا ازل لكم كده ستوريز على الانستجرام على الحاجات اللي انا بتكلم عليها دي فحلوة قوي 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 طيب الحاجة اللي بعد كده هو البرفان دوت من من مايوي اسمه اسمه ايه؟ حلوة جدا مش عالفة هو الغطى راحفن صراحة بس يعني ايه؟ زي ما انتم ما كنتوا عارفين انا سيبها في كده سيكا صغير عشان كل شوية ارجع اشم الروايح وبالمناسبة انا قلت لكم على البرفان اللي هو العود ايه انا مش هخلصه انا هسيب منه حبة كده صغيرين كل ما مشتق له اراح اشم ريحته وللأسف يا جماعة انا يعني معرفتش اعمل الحركة زيت تماما معرفتش خالص بالاسف خلصته خلصته خالص يعني اتجاب كده ارض المهم هل انت قلت ايه انت ولا عملت ايه انت ولا انت قلت ايه ولا عملولك ايه انت ها عدي قولي الكلام اللي انا مش عارفين نقوله كده ولا عندك البرفان دوت حلو وسابت وتقيل سيكا بس حلوة جدا حجمه صغير تلاتين ميلي تقريبا بخمسة وتلاتين جنيه فحلوة قوي قوي بتصحك برضو اه تجربين البرفان اللي بعد كده هو شزا من مايوي برضو كلكم تقريبا معرفينها حلوة جدا اه صيفي برضو تقريبا ما ما تنفعش شاشتوي خالص اه تنفع بالنهار كمان او بالليل لو انت في الصيف فحلوة وثبتة وشكلها كده كيوت على التصريحة لو انت بقى عروسة وحركات فحلوة جدا جدا برضو وسعادها برضو خمسة وتلاتين جنيه ونفس الحن اخر حاجة بقى معنا النهار ده هو البرفان اللي انتو عارفين انه بحبه جدا برضو من مايوي هو تندر من مايوي سعادها برضو حبة كده زي ما انتم شايفين حلو وثابت وطحفة ولحتو كده ورود او ظهور زي ما هو رسملك كده على الباكتجنج بتاعه فحلوة قوي 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 البرفان ده هو تحفة 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 بنات ثابت وحلو ولحتو فوحة وكده يعني ايه فريحي كده تمام فحلو جدا مجرده مفضلاتي وكان بيه خمسة وارجعين جنيه تقريبا بس كده بكده ده كان فيديو ونهارده يا ربي يكون الفيديو عجبكم واستفدتم منه لا تنسيش تشجعيني باللايك بتاعك الحلو كمان تسيبي لي كومنت تحت حلو زيك وتشترك في القناة لو انت مش مشتركة وتكمان تشترك في قناة الفلوك زي سابها لكم تحت في الدسكيرشن بوكس وطبعا تروح على انستجرام نشوف هنعمل ايه بقى النهارده كده في الاستجرام لان انا هقف الفيديو دوت وهروح اسور ستوري على انستجرام فالحقوني على هناك شوفكم في فيديو تاني باي باي